ماذا رأيك؟ هذا طبعا ملاعب ملاعب كويسة لما جئت لعبت المئة ألف والستين ألف فأنا جئت بشجعني فأنا جئت بشجعني حاجة مودة أنا كنت أتكلم مع ناس كتير في مجال التنس في التدريب هناك إن هي مدية مودة مختلف شوية في مصر رغم أن ذلك أقول مونس نجيب تاريخها صغير جدا هي زد فعلا ما ألاهاش كتير وأعتقد الفترة اللي فاتت حققت نجاح كويس مع التنس وعندهم top players في مصر فدي حاجة كويسة أن هم برضو يزقوا اللعيبة اللي موجودة دي وال top players في مصر وإن شاء الله إن شاء الله الموضوع يكبر أكتر ويتبقى فيه سفورت فالحانا انتي تغدب دين ناس قاعدة ناشئين مثلا يبقى في مدارس تيجي تبص عليها هذا على انتماماتك؟ طبعا ده دي بالنسبة لي يعني من وانا صغيرة أفكر أنا نفسي يكون عندي نفسي يكون عندي الأكاديمي بتاعتي نفسي يكون عندي ناس كنتي نعم المكان بتاعي أوري اللعيبة الصغيرة دي أوري ناس صغيرة دي السيستم السيستم الصح إن هو يطلع لعيبة إن السيستم ده للأسف مش عندنا في مصر نفسي أحط السيستم في مصر للتنس مخصوص للتنس عشان يطلع لعيبة لأن أنا مقتنع إن إحنا عندنا تالنس كتيرة جدا وعندنا بنات ما يقلوش عن البرا بالعكس إحنا عندنا هنا حاجة مش موجودة برا إن إحنا هنا بنتلع منتلي أجمد من الناس اللي برا لأن إحنا عايشين في مصر بتاعتنا أصعب فبنبقى منتلي أجمد من اللعيبة اللي برا وإحنا للأسف مش بنستعمل دور كمان عشان إحنا تساورته في أفريقا فإذا ومن كمان إحنا بنتلع أجمد من اللعيبة اللي برا فده أدفنتجز ما بيلاقوهاش برا بس إحنا السيستم نفسه إزنا تساورتن الأدفنتجز بتاعتنا إنت عندك وقت لك تعملي الكلام ده دلوقتي ولا أنتم بحاجة تعمليه بعد لما تبقي ريتائر يعني لا مش بعدا ما بقى ريتائر بس وناي هفدت شانس لك عندك تعملي ده دلوقتي يعني ممكن نتعلم معاك نجدتلي تعملي ده ده من دلوقتي أنا ما عنديش مانعة تتحدث عنه لتبقي ريتائر حلمي لا أزيك تجدهم يعني يعني زاد طبعا إنهم يبنوا الكوالد يعني فكرة فكرة رائع يعني عندك وقت يعني غير فيه كمان إفنت اللي هو الإفنت اللي أنا عمليه عشان أقابل اللعيبة الصغيرة اللي عندهم تالنت أو أو أي حد عايز يجي يكلمني يعرف حاجة يسألني عن حاجة يجيب معايا يقولك إنه ممكن دلوقتي في زد يوفروا إنهم يعملوا لك أكاديمي وإنتي الوقت اللي تبقي فاضية فيه مثلا في أجلسة تيجي تبص عليها تشريفي تبقى تحت الساكور بتاعك نتكلم في الموضوع لا يتسألني يعني الهدف الأكبر يعني لو عندك عندك وقت فاضي نحن عندنا استهلاف في زد لأننا طبعا ممكن نقبل أن نعمل ملعب أكتر ونقبل أن نعمل بطولة وإننا عايزين نعمل بطولة عالمية في زد يعني طبعا لازم نبني الاستاد وممكن نعملها مؤخطا في نادي الجزيرة مثلا أو كده لكن قصدي أنت تشريفي حتى ويبقى فيه حد انتراكتنج معك على الموضوع دوت ويتحمل جوه زد يعني أنا عندي التيم بتاعي أحب أن أجايد التيم بتاعي أن هو يعمل حاجة زي كده لأن أنا في الآخر أنا لعيب التنس بسافر 25 إلى 35 أسبوع في السنة فهيبقى صعب أن أنا أشرف على حاجة كبيرة زي كده بس هيبقى عندي التيم أجايد التيم أوصل الفكرة لمصري أوصل السيستم ده لمصر وبأنزل أسبوع أسبوعين في السنة نحن نعينا عندنا نحن نعينا عندنا فنسهلك المأمورية طبعاً يعني أنت تحط السيستم وتحط النوعية النوعية للناس العايزة وتحط التيم بتاعك بس أهم حاجة أن نحن ما نأثرش على وقتك والله هذا في الأكبر يعني لكن ده ممكن يمشي ونقللك الوقت اللي بتحطيه يعني لو أنت تعمل تعملي ميتين معهم على النقطة دي أنا أبقى متحمس قوي لها فكرة أعتقد أنها فكرة رائعة وتقدره عن طريق فيديو كونفرنس تعملي معهم من هناك فوقت فراغك يعني من غير ما تعطلك الأسبوع اللي هتنزل فيه تبقى تحت سابورت بتاعك يعني موجود اسمك نفسه فيها وجود أن انت حتى سيستم اللي انت بتشوفيه بره يعمل بومنج بشكل كويس طبعاً أنا أبقى أكلم الماندرين بتاعي شغل منصف في الموضوع ده أنه هو شريف من الناس الشطر عمل لك شغل كويس أنا شغل كويس لك